تبلغت نقابة المعلمين رسمياً ظهر اليوم بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع وصدر قرار عن المحكمة بوقفه يوم أمس إلى ذلك دعا مدير التربية والتعليم في المملكة مديري ومديرات المدارس للتقيد التام بمضمون قرار المحكمة الإدارية تحت طائلة المساءلة القانونية وشددت التعاميم الرسمية الصادرة عن مديري التربية والتعليم والموجهة إلى مديري المدارس على تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية بحق كل من يمتنع عن التدريس اعتبارا من يوم غد السلثاء وأكدت مديريات التربية والتعليم أن لديها خططا جاهزة وبديلة لضمان انتظام العملية الدراسية في جميع المدارس تضمنت كشفات لمعلمين ومعلمات أصبحت جاهزة للتعيين على حساب التعليم الإضافي كبدلاء للمعلمين المعينين رسميا في حال رفضهم تدريس الطلبة وتمسكهم بالإضراب